موسيقى دائما متابعة مشروع معين متابعة صفقة معينة هي من أسباب النجاح موسيقى الأزمة اللي مرت فيها دول عالم من ناحية جائحة كورونا مملكة البحرين وغيادة البحرين على سهجلات الملك وسمو ولي العهد رئيس مجلس وزراء قدموا الغالي والنفيس في سبيل أن يكون المواطن البحريني جل اهتمامهم وتعلمنا أن الغيادة حريصة على أبنائها وعلى تجارها وحريصة على ديمومة الأعمال الآن نحن عقب هذه الفترة الطويلة من الجائحة الآن السوق بشكل عام فيه نمو وفيه تفاؤل والناس في البحرين بدأت التعايش مع هذه الجائحة وتاخذ الاحتياطات المطلوبة منها وقاعدة تمارس حياتها بشكل طبيعي يوم عن يوم فيه تطور اقتصادي في البحرين يوم عن يوم كل صاحب عمل يوجد حلول ويوجد ابتكارات ويوجد وقاعد يبدع في عمله لتطوير عمله للاستمرارية في المقابل حكومة البحرين برأسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد الأمين حريصين على مساعدة القطاع التجاري للنهوض فالكل متفائل أن الخير قادم حين البحرين والكل متفائل أن الفرص موجودة في البحرين ونحن دائما ما ندعو زملائنا في القطاع التجاري للتفائل البحرين بلاد مليئة بالفرص تحتاج إلى تفائل تحتاج إلى جد وعمل ونشاط والله أزمة كورونا لا أستطيع أني أقتصرها على البحرين أزمة كورونا أزمة عالمية ما في حد حسب حسابها فأزمة كورونا أزمة مرت فيه كل دول عالم القيادات الناجحة في كل دول عالم هي ما أقلمت نفسها بشكل سريع للتعايش معها ولإيجاد الحلول ولله الحمد شعب البحرين شعب مثقف التزم تعليمات الحكومة والقيادة الرشيدة والتزم بنصائح وتوجيهات فريق البحرين اللي هو فريق مشرف خدم البحرين ووجه الناس لتعقلهم للأيام القادمة والمرحلة القادمة ألاحظ دايماً أنت متركز على موضوع أن البحرين مليئة بالفرس الشباب البحريني عندهم من الإمكانيات البحرين مليئة من الكوادق للفرسطة دايماً أن هي تنتج تبدع يا رفاك لو تشرحين أكثر هذا رأس مالنا هو المواطن البحريني وإحنا اليوم في البحرين نفخورين بهذا الشي نتميز شباب البحرين شباب طموح شباب متعلم اليوم موجودين هم قياديين كانوا في البحرين في القطاع المالي والا المصرفي والا في التجارة وكل أهل البحريني يفتخرون فيهم نحن الله يسلمك خصوص موضوع خارج البحرين نحن موجودين في المملكة العربية السعودية صالنا عشر سنوات ونؤمن بالكوادق البحرينية المشرفة وخطتنا لاستثمار في الشباب البحريني وتطويرهم وإيجاد فرص عمل لهم وتدريبهم وتهيئاتهم نحن مو خطتنا بس نوظف البحرينيين نحن خطتنا الله يسلمك نوظف البحرينيين ونهيئهم وأي أحد في البحرين ود يستفيد من الخبرات اللي استفاديننا منها طوال هذه السنوات نحن مستعدين ندعم الشباب البحريني للدخول لسوق العمل من خلال تجارة السيارات وجود مونتريال منذ 27 سنة في سوق السيارات وعلاقاتها الكبيرة مع الناس كانت في البحرين أو في الخليج العربي أو في المنطقة العربية ولدت لنا علاقات شخصية مع هوات أو مع أصحاب السيارات الكلاسيك فاليوم سوق السيارات الكلاسيك سوق واعد ومليء بالفرص وفي ناس محترفين كلاسيك موجودين في البحرين والخليج وأنا فخور أن في مملكة البحرين أكبر هوات السيارات الكلاسيك في منطقة الخليج وأنا أقول لك اليوم أن البحرين هي مكان مهم للسيارات الكلاسيك لدينا مجموعة من الشخصيات المهمة الموجودة في مملكة البحرين تملك أندر السيارات ليس في الخليج بل في العالم اليوم البحرين فيها من الشخصيات اللي يملكون السيارات النادرة مع وجود حلبة البحرين مع وجود الزائرين اللي مهتمين بالفورمولا ون بشكل سنوي تعرفنا على الكثير من الأشخاص الزوار البحرين اللي يملكون هذه الشغف وهذه الهواية اللي هي هواية السيارات الكلاسيك يعني نسبة البحرين تجاوز 50% عندنا وأغلب الشباب البحرينيين الموجودين في شركة مونتريال كلهم قياديين أغلب الشباب اللي يسلمك الموجودين في مونتريال من تحقين من سنوات طويلة ويانا وكلهم مدربين وكلهم مؤهلين وكلهم لاقوا الاحتمام من إدارة الشركة هذا اللي خلاهم يستمروا ويانا طول هذه الفترة أولياء الأمور لهم دور مهم في تحفيز أبنائهم للدخول إلى سوق العمل المرحلة القادمة ما نقدر يعني نحول هذه المسؤولية كلها على الحكومة أولياء الأمور لهم دور مهم في تحفيز أبنائهم للدخول سوق العمل تشجيعهم تدريبهم تعليمهم توجيههم نصحهم السوق مليء بالفرص ولكن يحتاج الشباب بحراني يحتاج إلى التوجيه يحتاج إلى النصح ومثل ما تفضلت سابقا أستاذ نحن في مونتريال مستعدين لتوجيه الشباب لنصحهم لتزويدهم من خبراتنا طوال هذه السنوات هم عماد المستقبل نتمنى أن أولياء الأمور يزرعون في أبنائهم أحب العمل التجاري أحب التوحية في سبيل الوطن أحب القيادة أهم شي نفس ما تكلمنا اليوم القطاع الخاص قطاع كبير وأكبر دليل يوجد مستثمرين من خارج البحرين نحن نرحب فيهم وودنا أن نحن نقدم لهم الكوادر البحرينية المؤهلة اللي ممكن تخدم هاي الشركات داخل البحرين الشباب البحرين شباب واعد شباب متعلم شباب تعتمد عليه أنا فخور بالشباب اللي عندي فخور بجميع منتسبين شركة منترياض للسيارات مع دخول العالم في جائحة كورونا على رجال الأعمال وعلى أصحاب الأعمال ابتكار حلول وتكنولوجيا مالية تتكيف مع الأوضاع الحالية وتتكيف مع المستقبل القادم جائحة كورونا خلقت فرص كبيرة وكثيرة الإنسان ناجحة ومن يستثمرها الله خلقنا عشان نشتغل مو عشان نتذمر أو نكون سلبيين اليوم العالم مليء بالفرص البحرين مليئة بالفرص حرص الشباب البحريني لوجود أشخاص محفزين حوالينهم وإيجابيين هاي من أهم أسباب النجاح فدائما نوجه الشباب البحريني أن يكونون أخوان وأصدقاء وأهل وعائلة واحدة للأشخاص الإيجابيين للأشخاص المحفزين للأشخاص اللي يزرعون حب العمل والعطاء أسرار التفوق والنجاح هو المتابعة دائما متابعة مشروع معين متابعة صفقة معينة هي من أسباب النجاح قيادتنا الرشيدة تلمست وتتلمس احتياجات سوق العمل احتياجات قطاع الأعمال عدة مشاريع الحكومة قاعدة تطرحها بالرغم أننا وصلنا إلى مرحلة إن شاء الله قريبا من انتهاء هذه الجائحة فأحنا دائما فخورين بالقيادة اللي تدعم كل القطاع التجاري تدعم المواطنين الدولة كان لها دور إيجابي وفعال في استمرارية صرف رواتب الموظفين في وجود السيولة داخل الأسواق كان لها دور في كان لها دور في استمرار أغلب الأعمال التجارية واستمراريتها في السوق في مونتريال ما إحنا إلا موزعين لهذه المنتجات السيارات لما توفر وبسعر مناسب للجمهور سنحرص أن نحن نوجه الزبون نوجه العملاء يعني الاقتناء هذه السيارات لحد الآن السيارات أسعارها مرتفعة السيارات الكهربائية أسعارها مرتفعة بس سعر السيارة كل مرتفعة في الوقت الحالي السعر مرتفع ولكن في المستقبل أكيد السعر بينزع نعم نعم تنفسنا السيارات العادية لا السيارات العادية مع الأيام بتختفي بتكون من السيارات الكلاسك يعني أوجه القطاع التجاري أوجه المواطنين دائما باستسقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة القطاع التجاري البحريني قطاع واعد ما أودنا أن الناس تكرر الإشاعات الخاطئة أو المغربة التي تطر لأقتصاد البحريني نحن محظوظين أن بلادنا بلد أمن وأمان والاقتصاد فيها واعد ومشرف والفرص قادمة كبيرة وكثيرة ما ننعم فيه من أمن وأمان في مملكة البحرين هو ما يحفز الاستثمارات الداخلية والخارجية للعمل للعمل التجاري في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر